أهلا بكل أصحابنا في رحلتنا السعيدة برحب بيكو أصحابي الموجودين معايا النهاردة وكلنا النهاردة هنروح في رحلة المكان جميل جدا إحنا كلنا بنحب البحر وبنحب نروح البحر ونلعب ونستمتع بالجو الجميل ونعوم لكن عمرنا قبل كده رحنا الغابة جو البحر؟ لأ إحنا قصتنا النهاردة اسمها غابة بين الأمواج فيه غابة ممكن تبقى بين الأمواج؟ لأ طب هي الغابة أصلا بيبقى فيها إيه الغابة؟ فيها إيه؟ الحيوانات حيوانات مش كده؟ والبحر فيه إيه؟ أمواج وأسماء إزاي الحيوانات راحت جوه البحر وبقت بين الأمواج؟ اللي هيقول لنا إجابة السؤال ده صاحبنا أمير أمير هو بطل قصتنا النهاردة يا أصحابي إحنا بنحب كلنا البحر وسنة بعد سنة بنكبر والبحر كمان بيحبنا ولما نروح كل سنة للبحر بيشوف إحنا طويلنا قد إيه؟ لما يشوف إحنا بدأنا ندخل لحد فين؟ المياه وصلت لنا فالبحر هو كمان بيحب كل الأطفال ويتبسط لما يجوه يلعبوا معاه بين الأمواج بتاعته لكن فيه ولد البحر بيشوفه كتير كتير بيزوره كل يوم بيروح عند البحر وعمره ما نزل البحر أبداً ولا لعب مع الأمواج الولد ده اسمه أمير عارفين أمير كان بيعمل إيه؟ إيه كان بيبيع العوامات اللي إحنا بناخدها ونلبسها ونتبسط بيها وننزل البحر نعوم كل يوم الصبح كان أمير ياخد العوامات اللي على أشكال تشور والحيوانات يحطها في درعاته ويروح عند البحر يفضل ماشي طول اليوم ع الرملة يقولي عوامات على أشكال تشور والحيوانات للأولاد والبنات الحلوين والحلوات كل يوم طول النهار في الشمس والحر يمشي أمير وهو مبسوط ويبقى فرحان قوي لما حد من الأولاد يقوله يا أمير تعال يا أمير يجري أمير يقوله ها معاك إيه النهاردة يقوله معايا إردو زرفة وفيل معاك إيه تاني يا أمير معايا تشور كتير يفضل الولد محتار طب أخد ده ولا ده ولا ده وفي الآخر يختار العوامات اللي تعجبه يدخل بيها البحر وأمير يفضل واقف على الشات يعمل له باي باي وهو مبسوط أنه الولد اشترى منه عوامة حلوة ودخل البحر وهو مبسوط ومعايا عوامته لكن أمير هل أمير بينزل زي يوم البحر؟ لا ليه مش بينزل البحر عشان هو بيعمل إيه؟ بيشتغل عشان هو بيشتغل بس رغم أنه بيشتغل ومش بينزل البحر لكنه عمره ما كان زعلان أبدا ويقول إيش معنى أنا ما بنزلش إيش معنى كل الأولاد بيروحوا البحر وأنا لأ لأنه كان عارف أنه هو اللي بيعمله دفق جاست الصيف أنه بيشتغل عشان يساعد بابا ومامته في الصيف لأنه هو برضو داخل على المدرسة والمدرسة محتاجة مصاريف كتير فهو كمان لازم يساعدهم أنه طول الصيف يشتغل ويبقى معاه فلوس لما تبدأ الدراسة يدخل المدرسة تاني ويبقى الفلوس دي يقدر يساعد بها بابا أو مامته في مصاريف المدرسة ده حاجة كويسة ولا وحشة؟ كويسة ده تصرف كويس بيعمله أمير؟ آه تعلم هو تصرف جميل وتصرف زي ما بنقول نبيل يعني إيه نبيل؟ يعني تصرف حلو أنه هو مش بيفكر بس في نفسه وعايز طول الأجازة يلعب وعارف أنه بابا ومامته بيشتغلوا ولكن محتاجين دايماً يبقى معاهم مصاريف أكتر عشان يقدروا يصرفوا عليه هو وإخواته مين اللي كان بيتفرج على أمير كل يوم ونفسه مرة واحدة بس أمير يجي يلعب معاه مين؟ البحر 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 بقى يقول إيه نفسي مرة الولد داي يجي يلعب معايا أنا بشوفه كل يوم ويبقى مبسوط بيه بس هو عمره عمره ما قدر يلعب معايا لأنه طول النهار رايح جاي رايح جاي وما بيمشيش غير لما خلاص الشمس بتبدأ تغرب وكل الناس اللي قاعدين على الشاطئ خلاص يبوا عايزين يروحه هو كمان بيروح احنا ممكن نلعب في البحر بالليل؟ لا ممكن نروح للبحر بالليل؟ لا طرعا لا في يوم يا صحابي من الأيام كان خلاص الصيف بدأ يخلص والناس خلاص بدأت ما تجيش كتير البحر وبدأت الأيام تبقى إيه ساعة شوية بس مش قوي برضو أمير قال لحد آخر يوم في الأجازة أنا لازم أشتغل ويمكن ربنا يعني يكون شايل لحاجة كويسة ولاقي ناس قاعدين على الشاطئ في اليوم ده أمير راح ومعه لعوامات بتاعته ولكن الحقيقة ما كانش فيه ناس خالص غير يمكن ناس بسيطة أو يومش معها أطفال فمش هتشتري عوامات البحر قال بس دي فور سيتي النهاردة أنا هخلي أمير يجي ويلعب معي طب إزاي بقى البحر يخلي أمير يجي يلعب معاه هيعمل إيه؟ إيه؟ أمير رايح جاي رايح جاي البحر قال يا موج يا موج بسرعة بسرعة موجة كوية خليها تضرب أمير جامد ليه تضرب أمير جامد؟ الموجة لما ضربت أمير جامد هو ماسك العوامات في دراعاته غصب عنه رجله اتحركت لما رجله اتحركت إيه اللي وقع؟ العوامات العوامات وقعت وجريت جوه الميا طب هو هيعمل إيه وقتها؟ هيجري وراء هيجري وراء هيبقى دخل جوه إيه؟ البحر جوه البحر عارفين بقى إيه اللي حصل؟ العوامات يا صحابي لما دخلت جوه البحر كتعاملة زي الغابة لأنها البحر بقى كله حيوانات صحيح مش حقيقة بس زي الغزالة اللي معانا حيوانات من العوامات كل عوامة عليها راس حيوان أسد غزالة فيل درفيل كلهم سوا بيلعبوا في الحقيقة هم مش أصحاب يعني هقول لكم مثلا الفيل بيعيش على الأرض ولا في البحر؟ على الأرض والدرفيل بيعيش في الأرض ولا في البحر؟ في البحر هل ممكن الاتنين يبقوا أصحاب؟ لا لكن في البحر كانوا أصحاب لما العوامات دخلت جوه البحر الفيل اتصحبها الدرفيل طب الأسد ممكن يبقى صاحب الغزال؟ لا الأسد في الحقيقة بيعمل إيه في الغزال؟ بيأكلوا بيأكلوا لكن لما كانوا العوامات في البحر العوامة اللي عليها الغزال والعوامة اللي عليها الأسد بقوا أصحاب غايبة كانت جميلة قوي لأنه كل حيوانات فيها عايشين في سلام وأصحاب وأصواتهم بقى كلها البحر بيتخيل طبعاً أن أصواتهم كلها بقت مع بعض يعني مثلاً أن الحصان صوته اسمه صهيل والحمام صوته اسمه هديل يعني أنتو لو لقيتوا بنوت اسمها هديل تعرفوا أن معنا اسمها هو صوت إيه؟ الحمام 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 الحصان بيصهى الجامد والحمام الهديل بتاعه جميل وهم الاثنين مبسوطين كل الحيوانات والتيور بقت بتلعب مع بعضها ومبسوطين والبحر مبسوط بيهم لكن أكتر حاجة البحر كان مبسوط بيها هو مين؟ أمير بدأ البحر يلعب مع أمير ويحس أن أمير إيدي غير إيدين كل الأطفال التانين لأنه بيشتغل وماسك العوامات على طول في إيديه وكل عوامة ما رابطها بحبل عشان ما اضطرش منه فإيديه خشنة لأنها بتعرق طول النهار ماسك العوامات وماشي في الحر في الصيف فإيديه خشنة البحر قال إيدين أمير لازم نقول لها متشكر ونقول لها إحنا بنحبك يا أمير يلا يا سمك السمك الصغير جيه وقاعد إيه كده يطبطب على إيدين أمير يخليها كده إيه نعمة وجميلة وكده مش تعبانة ومش لونها كده أحمر كده وحسين كده أنها ورمة شوية من الحر يا يا أمير أمير كان فرحانة يقول يا أنا مبسوط قوي أنا مبسوط قوي رجلين أمير كمان زي رجلين الأطفال التانين لأنه طول النهار ماشي على الرملة السخنة 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 وماشي حافي كمان رجل ليه تبقى عاملة إزاي؟ رجل ليه بقى تبقى كمان بتوجعه ولا لأ؟ بتوجعه بس هو مستحمل للألم عشان ده شغله اللي هو عايز يعمله وبيحبه لأنه عارف أن دي الطريقة اللي هتخليه ساعد بابا ومامته رجلين أمير برضو هي كمان تعبانة قوي وشكلها فعلا كده مجهدة ويعني حمره قوي 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 من الرملة السخنة يلا بسرعة يلا بسرعة يا سمك السمك قعد يلعب حوالين إيدين أمير والأعشاب البحرية الموجودة في البحر قعد تدلك رجليه واحدة واحدة قال الله أنا كده مرتاح أول مرة حس إن أنا كده مش تعبان ورجليه وجعاني على طول يا سلام يا أمير قد إيه أنت ولد جميل لأنك بتستحمل كل التعب ده وبتمشي في الحر ما بيهمكش إنك تعبان بس عشان تساعد بابا وماما وتعمل عمل كويس قد أمير يوم طويل قوي وهو بيلعب مع البحر وبيلعب مع العوامات في البحر لأن خلوا بالكو كمان أنهو عمره ما لعب بالعوامات هو بيباع فلا لعب مع البحر ولا لعب بالعوامات في اليوم ده بقى مش لعب بعوامة واحدة ده لعب بكل العوامات اللي هو طول النهار ما سكها بس عمره ما لعب بيها أمير يبقى إحساسه إيه بقى إحساسه إحساسه يبقى عامل إيه دلوقتي وهو بيلعب مع البحر كده وفرحان بالعوامات وبالبحر يبقى عامل إيه فرحان فرحان ومفسود والبحر فرحان أكتر من أمير يوم عدى جميل وفي آخر اليوم البحر قال أمير لازم بقى خلاص يرجع ويروح بسرعة يلا يا موج طلع العوامات كلها عشان يخدها أمير أمير بيلعب لأ العوامات كلها جاية عليه تاني أخذ العوامات بتاعته هو مبسوط وفرحان والبحر كمان كان فرحان بس أنا عايزة أسأل أصحابي سؤال إحنا لما بنعود في البحر على الشط وبنشوف الولد أو الأولاد اللي ساعدت مروا قدامنا بتبيع العوامات إزاي بنتعامل معاهم؟ يعني بنبقى كده بنعملها كده إن هم كده بنبص لهم إن هم كده أولاد كده يعني مش زينا بيتفسحوا ولا بيروحوا البحر ولا بنبقى حاسين إن إحنا يعني عايزين نبسطهم عايزين نشوفهم مبسطين وممكن نشتري منهم عوامة واثنين وثلاثة عشان نحس إن إحنا بنساعدهم بنعمل إيه؟ بنبعاهم نبسطهم يعني ممكن نحس إن الولد ده إحنا ممكن نبسطه إن إحنا نشتري منه بس ما نحسسوش إن إحنا بنعمل كده عشان نساعده يعني نحسسو إن إحنا مبسطين إن إحنا بنعمل كده مش بنعمل كده عشان هو بقى يعني محتاج وإحنا لازم نساعدك لأ دايماً لما نحب نساعد حد ما نحسسوش إن إحنا بنعمل حاجة عشان بس نساعده نحسسو إن إحنا عايزين نعمل الحاجة دي وإحنا كمان مبسطين وإحنا بنعملها صح ولا غلط؟ صح لزينا ووقت طويل بيقضيف الشغل ومش بيلعب فمن حقه كمان ان احنا نديله كمان لحظات سعادة ان احنا بنساعده بس من غير ما نحسسه ان احنا بنساعده وقصدين ان احنا نساعده أمير كان مبسوط قوي باليوم الجميل ده وأول ما روحت عرفه عمل ايه خد الكراسة والقلم وقعد يكتب كل اللي حصل في اليوم ده وأول ما المدرسة بدأت وأول حصة في العربي المدرسة قالت لهم انا عايزاكوا تكتبوني عملتوا ايه في الاجازة كل واحد يكتبلي اكتر حاجة عملها في الاجازة وكان مبسوط بيها أمير حكى قصته كلها وقال انه بيشتغل عشان يساعد بابا وماما وانه بيبيع العوامات وحكى اليوم الجميل اللي قدامه على البحر وازاي انه لأول مرة ينزل البحر وازاي نلعب مع العوامات كلها يعني كل طفل بيشتري عوامة بيلعب مع عوامة واحدة لكن أمير لاب بقى مع كل العوامات المدرسة الحقيقة اتبسطت خالص من الموضوع اللي كتبه أمير وكفقته انها طبعت القصة بتاعته والقصة اتبعت وطبعا الفلوس اللي اتبعت بيها القصة ادوها لمين؟ لأمير فكمان بقى عنده دخل تاني أو بقى عنده فلوس تانية من انه كمان عنده اسلوب حلو بيعرف يكتب وكتب موضوع جميل فده شجعه انه يقرأ أكتر ويكتب قصص أكتر وانا عايزة من أصحابي دايماً اي يوم جميل في الأجازة أو في المدرسة ليكتبوا ذكرياتهم في اليوم دا ويحتفظوا بيها لان بعد كده لما نرجع نقراها بنتبسط ونفتكر القامة الجميلة اللي احنا قدناها أتمنى يا أصحابي تكون قصتنا النهاردة عجبتكم وعرفتوا سر اسمها اللي أول ما تسمعوها تستغربوا غابة بين الأمواك لكن عرفنا إزاي البحر كان جواه غابة كلها حب وسلام غابة كان السبب فيها صديقنا الجميل أمير واشوفكم حكاية جديدة من حكايات موما سمح